أكد مصدر حكومي يمني في الرياض عن إعلان هدنة إنسانية في اليمن في غضون ساعات المقبلة وأنه يجري الآن التحقق من ضمانات تثبيت الهدنة المتوقعة على أساس وقف القتال وانسحاب ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح من المدن والمحافظات التي يتواجدون فيها وعلى رأي هذه المناطق عدن وتعز وشبوى والضالع ومأرب وكذلك من ضمن شروط الهدنة أن يتم إخضاع الموانئ اليمنية لسلطة الدولة ورفع الحصار وتأمين وصول مواد الإغاثة إلى اليمنيين في مختلف المناطق